في جبال تضم بين ثناياها هضابا صغيرة المساحة بالكاد تصلح لزراعة القمح والشعير وأشجار اللوز والجوز وأعشاب متنوعة وطرق وعرة لا يمكن المرور منها إلا بشق الأنفس تستقر آلاف الأسر بقرى إزقار التابعة لجماعة تيزين تاست بإقليم تاردان متحدية الظروف المناخية الصعبة والعزلة التي تعيشها بسبب افتقارها لأبسط حقوق العيش الكريم نحن كان عوني من منطقة خصنا بزفد لحويش كان عوني من طرق طريق ما عندناش والرزو والماء والماء الصالح للشغل في الحالة ديالبرد كان مشي والمدرسة وكان دخلوا للمدرسة كي درنا البرد وكان عندنا واحد لقسم كي تقطره والمدرسات تكون بعدة بزفد وحنا كي درنا البرد وعافكم عوني معينا شوية تديروا لنا شي حاجة لأقسام حيث هم كاملين بجو كي يدخل لهم البرد وحنا تيدرنا البردين بغينا نكتبوه ما كانوا نكتبوه حيث البرد يدرنا في اليدين بزاف وفي الرجلين متان طاربوا باشي يجيبوا لنا شي حاجة باشي يديروا على السطح ديالقسم حيث كي يدخل لنا البرد في السطح ديالقسم تيدخل لنا فيها الماء المنطقة التي تضم سبعة دواوير بتعداد سكاني يبلغ نحو 3000 سما تعتمد بالأساس على الفلاحة المعيشية كمصدر لقوتها اليومي إلا أن استمرار عزلتها يحول دون تطويرها جزوا هذه الأمطار الأخيرة الحمد بالله تقطعت هذه الطريقة التي تربطنا بالطريقة الوطنية دراية الكوليش كيتطروا يمشي علاج اليوم تقريبا 9 كيلومتر حتى الإعدادية التي تزين تس والبرد رابع كي يكون بزاف اليوم إليك ترى تحت السفر اليوم إليك كي يكون تلج والطرق هنا كي تقطع والناس هنا رأى نحتاجين من المسؤولين والناس اللي كتعملها مرة ما كانش لا نصبتها لأولو كتدوموا منه هنالتالو دينت كبنات مرة يتتموت بلا حدي درا ما كانش ترس بورد كي يجيو كي يلقى طريقة ما كانش إلا كان طالب إلا كان استجابة عن نداد الساكنة ولا كتخل جماعي لما تخلتش يعني في بعض البلايس كتكون الساكنة ياللي كتنطلقوا كتديروا أحد تعاون بناتهم يعني ياللي كتدقى طريقة رأسها السكان متذمرون من الوضعية المقلقة التي تتخبط فيها دواويرهم مؤكدين أنها تتوفر على مؤهلات فلاحية مهمة وموارد مائية جديرة بالاستغلال للأغراض الزراعية إلا أن الإهمال الذي يطالها يعيق التنمية المنشودة على حد قولهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر